سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً وتهلاً بحضركم في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل تواصل ربي أدخلني ودخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ما بين الدخول كولادة وما بين الخروج كانتهاء للحياة رحلة طويلة لكن هذه الرحلة لا تنقضي عبثاً رحلة ممتلئة بالعلاقات رحلة ممتلئة بالتواصل لكن إذا كانت هذه الرحلة في جنب الله فيجب أن تكون صادقة ربي أدخلني مدخل صدق الصدق الحقيقة الوضوح ما بالداخل يشبه ما بالخارج الصدق رحلة طويلة حتى نصل إليه مع الله مع النفس مع الأبناء مع الزوجة في جميع أنواع العلاقات نحو حقيقة نحو إنسان حقيقي نمضي هذه الرحلة وجهة الدخول ووجهة الخروج وعملاته لا تكون إلا بالصدق لذلك أي علاقة أي أمر جديد في حياتك أي أمر دواج دخولك لمهنة جديدة دخولك في صحبية جديدة بنائك لأسرة جديدة ولدتك لأولاد جداد بالنسبالك رحلتك في التربية رحلتك في العمل رحلتك في الحياة حتى وإنت داخل للطبيب وإنت خارج من عند الطبيب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة وأي سلطان لا ينفعنا إلا سلطان الله سبحانه وتعالى وأي نصر يثبتنا إلا نصر الله سبحانه وتعالى لذلك نحن نسعى لأن نكون حقيقيين حقيقي ليس مثالي والفرق بينهم كبير جدا أن أكون حقيقيا أن أكون أنا أعلم أني المخطئ وأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في كل أنواع علاقاتي أنا الذي أخطئ في كل أنواع علاقاتي أنا الذي أحاول أن أصحق خطأي من الله سبحانه وتعالى أنا الذي أحاول أن أتمد الطاقة والكمال لهذا النقص الذي يوجد به من الله سبحانه وتعالى بعرف من خلال حقيقتي قدراتي بعرف إمكانياتي بعرف مميزاتي وعيوبي اللي بأقدر أن أنا أشتغل بيها في الحياة واللي بأقدر أن أنا أتعامل بيها مع غيري قعد عما كده كانت مع سيدنا آدم عليه السلام وهو في الجنة الله سبحانه وتعالى علمنا عن طريق أدب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل ابن آدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه إختار آدم ليه ربنا بعث لنا آدم وقال كل ابن آدم ما قالش كل الناس ليذكرنا بالخطأ الأول لآدم عليه السلام الخطأ الذي نزل به من الجنة إلى الأرض الخطأ الذي ألهم الله به آدم عليه السلام كلمات فتاب عليه في حين أن الشيطان تكبر تعالوا كده نفتكر المشهد شيطان كان طائع لله سبحانه وتعالى يفكرنا كده بإيه؟ بابن يفكرنا بزوج يفكرنا بصاحب يفكرنا بأخ يفكرنا بناس كتيرة قوي كان طائع لله سبحانه وتعالى وفي وسط طاعته لله سبحانه وتعالى أمر الله بوجود كائن آخر وإن الكائن ده يجب أن تسجد له الملائكة شيطان من نار ملائكة من نور وبني آدم من صين البني آدم ده كان ليس له حول ولا قوة إلا أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يقدمه عليهم جميعا حتى ظن الملائكة الملائكة في البداية كان ظنها بالبني آدم ده إنه هو خطاء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء معقولة هو دي صورتنا كانت قدام الملائكة آه هي دي كانت الصورة اللي كانت الملائكة رسماها لينا في بداية خلق آدم ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يكرم هذا الخلق ويجعله أكرم أنواع الخلق قال إني أعلم ما لا تعلمون هنا إبليس تكبر وقال لن أسجد أسجد لمن خلقت طينة أنا اللي خلقتني من نار أسجد للي خلقته من طين وهنا تكبر إبليس وأودى بنفسه إلى جهنم وبئس المصير باعتبار ما سيكون إبليس بتكبر ده بيفكرنا بحاجات كتيرة أوي بيفكرنا باللي بيقول أنا خير منه في سورة الكهف أنا أفضل منه أنا أكثر من كمالا وولدا أنا 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 علمتني أمي أكرمها الله أنه يبنتي إذا دخلت الأنى فاعلمي أن الشيطان قد حضر ولذلك تميز آدم عليه السلام برجوعه إلى الله بتوبته إلى الله بالندم إلى الله بطلب الغفران وتصحيح الخطأ لذلك كان كثير الخطأ خير الخطائين التوابون وهنا يقر الحديث الشريف أني أكثر من الخطأ لو تتذكروا في الحلقة السابقة لو تفتكروا فكرة النسيج اللي أن عليه وإن نسيج الكون اللي ربنا كتب علينا بيتكون من فرح وحزن وألم وسعادة وكذلك يتكون من خطأ جزء مني لا يتجزأ وجود الخطأ قبولي للخطأ يجعلني أستطيع أن أتعامل معه هنلاقي في شخصيات بتبحث عن المثالية حتى في أولادنا في أطفال هنلاقيهم مثاليين عايزين الحاجة تتطبق زي ما هي نحن يا سادة لا نبحث عن المثالية نحن نبحث عن الحقيقة أن أكون إنسانا حقيقيا أتقبل أخطائي طيب ماذا يحدث إذا لم أتقبل أخطائي لو أنا مقبلتش الخطأ إذن فأنا أتكبر على الله ياه المعنى جامد جدا المعنى معالج جدا لكل من لا يقبل الخطأ في حياته لكل من لا يقبل الخطأ من غيره لكل من يعبر عن الخطأ بالنسبة لابنه أو بنته أو زوجه أو صاحبه أنا غضان منك إنك انتغلط أنا معقولة فلان الفلاني يغلط الغلط الفلاني أنا ما كنتش متصور منك أبدا يبني إنك تغلط الغلط ده بينما لو وضعوا على نفسه لنظر وقال لو وقف الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد كما يقف لغيره بالمرصاد لخاف في أحد المرات كانت معي أم الأم وكان الأمر لقيت أثنين من ولادها دخلت لقيت الطفلين على السرير نايمين جنب بعض الأم ترعبت جدا وجالها هاجس إن ممكن تحصل حاجة غير سوية ما بين الأولاد وإحنا عارفين طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نفرق بين الأطفال في المضاجع يعني دائت الدنيا عكس بعضه كل واحد بغطاء لوحده الأم قالت للأب الأب أخد الإب وراح أداله علقة شديدة جدا جدا ضربه وبدأ يرمي عليه من الألفاظ السيئة ما يقشعره له البدن نظام بقى فكرة الشواد وما إلى ذلك من الذي يندى له الجبين عند سماعه الطفل 11 سنة بمنتهى الهدوء ذكرت للأم قلت لها فتحتي على الرابع ليه؟ هل شكيتي في أي حاجة؟ قالت لي لا أنا ما شكيتش في أي حاجة قالت لي قلت لها طب ليه ننتقل للرابع؟ ليه ننتقل لآخر صورة؟ تخيلي أن الطفل ده طول عمره هيفتكر أنه هو الضرب بدون وجه حق أنه هو تقاذى نفسيا لشيء قد لا يعلم معناه من الأساس أتحبين أن يعاملك الله كما عملت ابنك؟ مش قدر أقول لكم الأم فجأة انطفت جسدها وفجأة شافت أن هي قالت لي فيه معناه كده زيه ونقول في اللغة العربية حسبك يعني كفاية أنا فهمت أنا فهمت أن ما كانش ينفع أبداً أن أنا أعمل حاجة زي كده الرفق ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه شانه بمعنى عابه وأحط من شأنه لذلك إذا كان تكوين إبليس من النار وإذا كان تكوين الملائكة من النور وأنهم يفعلون ما يؤمرون فإن تكوين الإنسان الذي هو من الطين لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن ننسى فيه أننا نخطئ وعند الخطأ نخرج ثم نعود لنرى كيف نستطيع أن نعالجه سات خير بإذن الله ومع الذنب ومع الخطأ ومع رحمة الله الكبيرة لو أنكم لا تذنبون لا ذهب الله بكم وأتى بغيركم قوم آخرين يذنبون ويخطئون ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب عليهم إذن في أصل تكويني الخطأ إذن إذا أخطأ ابني فلأعلم أنه قد يخطئ مرة مرتين ثلاثة إلى ما لا نهاية مع تنوع الخطأ ولكن الأهم كيف أعالج هذا الخطأ نفس الكلام في زكتي نفس الكلام في أهلي نفس الكلام فأصدقائي لأني بشر إذا أنكر عليك أحد خطأك فقط قل بمنتهى الأريحية وبمنتهى الثقة وبمنتهى الرحمة لنفسك أنا بشر فقط بشر أصيب وأخطئ أسعى نحو تحقيق الخير أسعى نحو إرضاء الله سبحانه وتعالى أسعى نحو أن يقل الله عثراتي وأن يعينني على أن لا أخطئ وأن يعينني إذا وقعت في الخطأ أن أصوب خطأي لأني في رحلة إلى الله أتعرف بها على نفسي في رحلة إلى الله أساعد بها أبنائي أن يتعرفوا بها عليه في رحلة إلى الله أساعد بها أهلي أن يتعرفوا عليه في رحلة إلى الله أساعد من أقابل من إنسان لنشر الخير فاللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليقة للشر برحمتك وأنت أرحم الراحمين وهنا قول مهم يجب أن نذكرها نحن الآن لا نقصل يا سادة للخطأ بمعنى إذا كنت أقبل وجود الخطأ فهذا لا يعني أني أقول من فضلك اغلط كتير من فضلك أنا موافق على كل الأخطاء اللي أنت بتخطأها أو أنا سعيد بأخطائك لا 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 حاشا لله لكن أما أقبل الخطأ أستطيع بعد ذلك أني أنا أتعامل معاه أستطيع بعد كده أني أنا أعرف إيه النقط القوة ونقط الضعف اللي موجودة عندي وأستمد ما نقص مني وسبب هذا الخطأ من الله لأ لحظة كده ممكن تقوليني بقى يعني إيه الكلام ده الله سبحانه وتعالى اسمه الصمد اسم الصمد ده بالنسبة لي يعني على المستوى الشخصي من أحب الأسماء إلى قلبي أنا أحب بكل الأسماء وأحاول أن أعمل بكل الأسماء لكن بالنسبة لي اسم الصمد هو قمة الكمال مثال بسيط كده عشان يوضح اسم الله الصمد معنائي ولله المثل الأعلى لو عند حضرتك كورة كده والكورة دي مقفولة ومصمطة مصمطة يعني مقفولة من جوة فدي تختلف عن كورة فيها فراغ من الداخل نرجع باللقطة كده في بداية خلق آدم عليه السلام آدم عليه السلام كان عبارة عن سلصال والسلصال ده أجوف وكان الشيطان واخده رايح جاي كده من جوه فهو يعلم كل تفاصيل ابن آدم يعلمه ويجري منه مجرى الدم في العروق ولكن هذا الجوف اللي موجود جوانا والفضل اللي موجود جوانا والنقص الذي يوجد بداخلنا وارجع وقول الخطأ الذي نقترفه نحن نريد أن نستمد الكمال من الله سبحانه وتعالى إذن الله خلق الضعف ده وخلقنا بهذا الخطأ أو ميكانيزم الخطأ موجود فينا لكي أستمد التصحيح والكمال من الله ممكن تشرحيلي بقى يعني إيه؟ أقول لكم أستمد كمالي من الله فمثلا لقيت نفسي خايف الله اسمه المؤمن يا مؤمن أمني ربنا عنده الكمال من الأمن وأنا خايف داخلي جو وداخلي فضى بسبب الخوف أنا محتاج أمن يا رب أمني أنا فقير فقير والفقر مش فقر مادني بس في ناس عندها فقر فأخلقها في ناس عندها فقر في معنوياتها في ناس عندها فقر في مشاعرها كل الفقر ده في رزقها من الذي يصب علي صبا الكامل الكمال لله وحده من الذي يربيني ويربي أولادي الله سبحانه وتعالى لأنه نعم المربي لديه الكمال كله ولذلك أستمد من نقصي من كمال الله وحده فقير إلى الغني ضعيف إلى القوي مكسور إلى الجبار الذي يجبر الكسر خائف إلى المؤمن الذي يؤمنني ذليل إلى العزيز الذي يعزني هذا هو الله هذا هو الله الذي يقضب إلا لم تسأله فاعلم أن حياتنا لابد أن نسأل فيها الله سبحانه وتعالى ومن لم يسأل الله أصبح متكبر بنص الآية إذن هنا نعرف إيه الرابط ما بين الكبر وبين عدم الدعاء لله سبحانه وتعالى لأن ببساطة كده بقوله أنا مش محتاجك يا رب أنا عندي كل حاجة أنا بعرف ربي ولادي زي الفل أنا ما فيش غلطة أنا مستقيم وكتير من الناس بتقولك هو أنا عملت حاجة هو ده أنا ماشي زي الفل هنا لابد لابد من مراجعة النفس لكل مننا من وقت لآخر ولابد من أن أستكمل كل ما نقص عندي حتى الفهم لو ما فهمتش حاجة وأغلق علي الفهم أدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يكملني من عنده أنه هو يعطيني الفهم من عنده هنتقل بقى لنقطة تانية نقطة جوهرية جدا ولها علاقة بفكرة الخطأ ولها علاقة بالإنسان قاعدة مهمة في التربية قاعدة مهمة في التعامل مع الناس والتواصل معهم وأولهم الأهل ثم الدائرة الأوسع فالأوسع أن نفصل ما بين السلوك والإنسان أن أفصل ما بين الشخص وذات الشخص وفعله يعني إيه؟ يعني حاجة أحكيها لكم كده في مثال بسيط جدا ابن ابن الابن ده كان في مرحلة المراقب الكلام ده حقيقة وحدث لأحد الأشخاص من عشرين سنة كان بيقول وأنا مراهق اتعرفت على مجموعة من الشباب وحبيت أن أنا أخوف بقى التجربة وأن أنا أشرب سجاير وإني بقيت مقبل عليها قوي وبقيت درجة أن أنا بحبها وبحب الصحبة دي ولكن مع كل ده أنا بحترم والدي قوي وبحب والدي قوي كان حريص جدا أنه هو يخبي السجاير ويحطها في مكان محدش يعرف عنه أي حاجة وكان حريص جدا أن أول ما والده يخرج ويسيه بالمكان أنه ينطلق بسرعة ويطلع على سطح البيت وبعدين يروح يشرب السجاير في يوم بقى من الأيام راح جايب السجاير من قلبة السجاير من المكان اللي هو مخبي فيه السجاير بتاعته وطلع جاري بعد خروج والده وفتح السجاير العلبة ففوجئ بورقة ملفوفة بدل السجاير دور على السجاير ما فيه السجاير راح مطلع الورقة دي والرسالة دي وهقرأ معاكم كلام الأب الرائع حد حقيقي من وسطنا أشكره رغم أني لا أعلم ابن الحبيب مهما فعلت فأنت ابني الحبيب سأكره المعصية والخطأ التي تفعل الذي تفعله لكنني سأبقى أحبك وأنا على علم أنك لن تخذلني أنا على يقين أنني أنجبت رجلا يعرف الخير من الشر السجاير معك فإن كنت تريد أن تكمل هذا الطريق فستجدها تحت وسادتي وإن كنت نويت التوبة وهذا أملي فيك فأنا على يقين أنك لن تشتري بالنقود التي أتعب فيها شيئا تحرق فيه تعبي ما أرواعك يا هذا الرجل درس يدرس للجميع يدرس فيه قاعدة نفسية كبيرة لا تدمج ولا توحد بين الشخص وبين الإنسان وبين الزوجة وبين الأم وبين الأخت وبين الإبن وبين كل إنسان تعلم حتى أنا حتى أنت لا تخلط ما بين شخصي وذاتي التي كرمها الله سبحانه وتعالى وقال فيها ولقد كرمنا بني أدم ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا تكريم الله لي تكريم ربنا اللي خلقني خليفة لي في الأرض سخر هذا الكون كل لي ما تخبطش في ذاتي لكن إذا لم يعجبك فعلي الذي أفعله فحدثني في فعلي طيب هنا لو جينا حللنا كلام الأب الأب قال للإبن قال له أنت ابني حبيبي غلط ما غلطش أنت هتظل لابني حبيبي هنا نلاحظنا أن الأب ما نزلش الإبن اللي مجرد فعل وفعل سيء ما عملش معاه دونية ما قالوش أنت سقطت من نظري ولسه ناخد بقى الحاجات اللي احنا بنسمعها اللي هي خط في ذات مباشرة الأب هنا قال له فصل ما بين الخطأ وفصل ما بين ذاته قال له أنا بكره المعصية اللي انت عملتها أنا بكره شربك للسجاير أنا بكره فكر ما أشيك الغلط لو حضراتكم لحظت وقصت عليها باقي المشاكل هتلاقوا أن أغلب المشاكل اللي بتواجه المراهقين سواء بقى من اختلاط سواء بقى من حاجات بيشوفوها سواء من من سجاير وما شابها ذلك ومن المصائب اللي بتعد في البيوت مصائب جلل ونسأل الله العافية منها وأن يحفظ أبناءنا جميعا منها هنلاقي أن الأب هنا قال له أنا بحبك لكن أنا بكره المعصية دي اللي انت بتعملها ورغم أنك لسه بتعملها إلا أني بحبك عملك ليها مش هيخليني أوقف عن الحب لو تلاحظوا لقطة صغيرة كده أحب أرجع بيها طفل الثلاثة والأربع والخمس سنوات دائما دائما أما يحصل حاجة غلط يجي يقول للأب والأم يعني أنت كده مش بتحبني الجملة دي كل واحد يراجع فيها ابن عد عليه في السن ده هنا الطفل بيدمج لا إراديا ما بين الحب الذي يتعلق بالذات اللي هو مرتبط بي أنا كإنسان وما بين الفعل فلو الأب والأم وحد ما بين الخطأ بتاع الإنسان أو خطأ ابني أو خطأ زوجتي أو أيا يكن من الأفراد اللي حوالي وما بين الحب حدث خلال لأنه بديهي أول رسالة هتوصلني أنا أليل أنت ما بتحبنيش أنت شايفني وحش فأنا هتعامل بعد كده على الأساس ده أني أنا وصلتني رسالة أنا وحش أنا ما استحقش مع أني ده مع ذات الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها لا يجوز في حقه أنت حلو أنت تستحق أنت خليفة الله في الأرض أنت من كرم الله على مستوى كل الكائنات وجعله الأول فأنت تستحق ولكن خطأك لا لا يعد بالنسبة لنا مقبولا أو يحتاج إلى لفظ أفضل من اللي أنا قلت دلوقتي حتى كمان أراجع نفسي فيما قلت إن ممكن ننتقل أو نتعلم من الخطأ نرى أسباب الخطأ نعالج هذا الخطأ ونرجع تاني للرسالة الرائعة وأعلم أنك لن تخذلني الله هنا ثقة أنا رغم أن أنت أخطأت إلا أني ببص فيك ثقة إلا مش أنت ده أنت الكريم اللي وقع وقع ده أنت الجليل الراقي المحترم اللي جلت منه اللي على طول لو أنا ذكرته هيفتكر وأنت لن تخذلني توقعي فيك مش هيروح ولا يخيب أنا متأكد إن أنا أنجبت رجل بيبص كمان فيه الثقة يعرف الخير من الشر ما أجمل هذه الجملة القطب هنا بيرجع الموازين إلى مكانها بيرجع زي ما بنقول كده الريمود في إيد الإبن بيقول له أنت بتعرف تميز الخير من الشر أنت بتفهم كوي الله هو رقيبك بعد كده لو أنت محتاج مش هي السيار دي اللي أنت عايزها مش دي الحاجات اللي أنت عايز تتفرج عليها مش دي اللي عاوز تخرج معاها مش ده مش ده مش ده لو أنت عاوزها وعايز تكمل في الطريق ده تفضل هتلاقيه موجود هنا بديله حرية الاختيار أنا هنا بنقله إلى رجل يستطيع أن يتخذ قرارات بمفرده يا ما بيوت بتفرد على أولادها بالأسوة وبتفرد على أولادها بطريقة صعبة بتخليهم مش قادرين أنهم أو أول ما يمشوا يعملوا اللي هم عاوزينه لأنهم تحت بند الكبت وتحت بند القسوة مش تحت بند أبدا الاحترام ورصيد الأب اللي كان سيبه زي الأب ده وإن كنت نويت التوبة وهنا بيرجعه إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إن أنا بعرف غلطي وبندم عليه الندم مش أنا أحبط وأفضل قاعد جنبه يائس من إن أنا أعرف أصلحه توبة بسيطة جدا كأنك مشيت لقيت مصمار التوب بتاعك علق فيه روح تراجع سنة علشان ما يتقطعش لأننا لو كملت هيتقطع التوب كله هنيجي ونقول إنه قاله وهذا أملي فيك أنا أملي أنا عندي أمل فيك الأب ما قفلش عليه الوجهة وقاله خلاص انت ضعت انت أصلا بايز بايز ده لو عنده فرصة نفسية جوه إنه هو يصلح مش هيصلح هيصلح ليه وانا شايف إلا أنا بشوف نفسي فيه وإن هو مريتي وإن أنا بفرح أما هو بيشوفني وإن تقديري بيجي منه أما يشوفني واقع وبايز على أي أساس أنا هبدأ أصلح بنفسي فأنا على يقين أنك لن تشتري بالنقود التي أتعب فيها شيئا تحرق فيه تعبي وهنا الجزاء من جنس العمل الأب بيتعب وبيشأ وهنا يستخدم العاطفة اللي بتعب فيه وبشأ عشانه وبقى في طول اليوم من التعب هل هذا التعب ما يستحقش منك إنك بدل ما تحرق فيه سجاير تكون بداله بوقفتك بحرق السجاير ده بتحرق فيه تعبي اللي وقفت فيه ما أروع هذا الأب وما أكرمه في التعبير لابنه الابن على فكرة بيحكي إن هو من عشرين سنة ما استطاعش إن هو يقف على رجله بيقول رجلي كانت بترتجف من رسالة أبي والجمال في الموضوع إن هو قرر إن هو مش هيرجع للسجاير تاني أبدا والأجمل إن الأب ما كلموش شفويا أبدا في الموضوع وإنه كان كل ما ينزل عنده يبتسم في وشه دون كلمة والأب عارف إن ابنه ما بقاش يرجع للسجاير تاني لأن فضلت السجاير تحت وسادة الأب لفترة وفضل الأم يبتسم في وجه أبيه ويصحح خطأه بنفسه كده أنا بعلم ابني إن يكون عنده ضمير ذاتي قوة إرادة ذاتية سواء كان كان موجود الأب أو الأم أو ما كانوش موجودين سيكون عند القدرة إن يصحح أخطائي وأقيمها وأذهب إلى الأمام لنقطة أخرى سأقابل فيها خطأ آخر وأصحح في رحلة نحو الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد فرمنا بني آدم على عكس ده الشخصيات اللي بنلاقيها بتخبط في الذات ودي بنلاقيها بقى إزاي فعبارة كتيرة جداً بنشوفها زي مثلاً خسارة فيك الأكل اللي الواحد تعب علشان يأكله لك زي مثلاً يخسارت كل الفلوس اللي صرفتها عليك أنت ما تستحقش ولا قرش من الفلوس اللي أنا تعبت علشان أصرفها عليك ما هو أنت لو متربي ما كنتش تعمل كده ما هو أنت كذا وكذا وكذا كل ده خط في الذات أما تخبط فأقرب من أقرب ما يمكن لي إزاي تقوم لقومة فكرني بحاجة لسه فاكريها دلوقتي سبحان الله الرزقكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما كان واقف وكان بيقول بيعبر عن العقيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله كان في قوم الصادق الأمين من البداية والناس تعلم أنه الصادق الأمين ولولا أنه اختلف معهم في الفكر وهم عرضوا الحاجة دي على أهوائهم ولقوهم مش هيقدروا يتبعوا حاجة زي كده وتكبروا على الأمر والله لظلوا يقولوا عليه الصادق الأمين لكن أما اختلف معاهم ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه وجه أبو لهب عمه تخيل حد مني حد مني قال له تب لك يا محمد تب يعني أنت يا نهرى بيض أبا وقفة واللي مني بيش تمدي بيدي علي مش قادر أقول لحضراتكم أنا ما بحثها مش مجرد كده أنا بسمعها أنا فعلا سعدت بقول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهبي وتب هكذا يكون الحق إن أمور الناس تستقيم بالعدل والرحمة ولا تستقيم بالظلم والقسوة لو ربنا سبحانه وتعالى ردا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العالية قال له تبت يد أبي له ابنه وتب أنت اللي تبت لك مش هو هو جاي وهو لم يتأثر صلى الله عليه وسلم لأنه جاي برسالة واثق من صحتها وما كانوا يمشوا وراه ويديقوا ويقولوله يا مذمم يا مذمم مذمم ده عكس محمد اللي هو المحمود يا مذمم فكان يقول يعني بلو تبرد رسول الله عنه إنما أنا محمد وهذا مذمم إنما أنا محمد ولست مذمما منتهى الثقة ويعلم إلى أين يذهب وإلى أين يقود البشرية إلى الرحمة المهدى وهنا الرحمة التي أظهرها الأب في كلامه لنا فيها الكثير والكثير من التبعات إن شاء الله ما أحمق من يرد الإساءة بالإساءة ما أحمق من يجعل من يكون كلهم أن أوقفك عند حدك اقتصاصا لنفسي ما أسوأ ذلك وما أصغره إذا كنا رحماء نستطيع أن نخرج الجمال في من في من نراه فكن رحيما مع من أمامك استخرج أعظم ما يكون منه من خير بإدارة هذا الإنسان ليرى الجمال الذي فيه فيسعى به نحو غيره ولذلك كما بدأنا بالدخول بصدق وكما بدأنا في تحقيق الأنوار المحمدية في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكما دخلت معكم مدخل صدق فأقول لكم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير طبطم وطاب ممشاكم كانت معكم صار صلاح بطواصل من القلب إلى القلب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته